أكد رئيس لبناني ميشيل عون أن إفشال كل خطة تطرح للتعافي المالي والاقتصادي أو عدم وضعها من الأساس يعني أن المنظومة الفاسدة ما تزال تتحكم بالبلد والشعب وتخشى المسألة والمحاسبة وخلال استقباله الوفد شبابي في قصر بعبدة أوضح عون أن أي خطة تعافي تنطلق من ثلاثة مرتكزات وهي تحديد الخسائر وتوزيعها وتحديد المسؤوليات والمحاسبة وسبل المعالجة